موسيقى 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 من استفادة للأصول الدولة تطوير البنية التحتية تطوير المواني والعمال المدربة اهتمام ابدأ الشامل ما كانش بس بخط الانتاج ومباني مع اهميتهم بالعكس كان اهتمامنا الشامل بالمنظومة الصناعية بشكل اشمل عشان نقدر نتعامل مع التحديات اللي بتقابلنا مع المصنعين التحديات دي مش بالضرورة اجرائية فقط بالعكس التحديات دي كانت عدم مجابها لآليات السوق التحديات دي كانت عدم مجابها لآليات السوق افكار غير مكتملة تحديات في ادارة المسلسات الصناعية والتحدي الاكبر دايما وهو التمويل ابدأ طورت من فلسفتها وفكرنا برا الصندوق واخدنا مجموعة من المشروعات المرحلة الاولى ودخناها في صندوق استثمار مباشر تشريف سيادة كلينة النسازم في اطلاق صندوق النيل الصناعي الاستثمار المباشر اول صندوق صناعي متخصص في الاستثمار الصناعي في مصر واللي هتكون قيمة الاصدار اللي اول لي اثنين ونصف مليار جنيه الصندوق بياذن الله يا فندم هيتم طرحه في البورصة المصرية لضمان شفافية كاملة لكل المستثمرين ومن هنا بندعو جميع المستثمرين رجال العمال المصريين البنوك المصرية والمؤسسات المالية وحتى الافراد الاستثمار في السندوق السندوق هيكون هو حلقة الوصل بين كل الاطراف المعنية لتحقيق عوائد استثمارية فريق العمل بدأ بالفعل الشغل على الارض وفريق متميز مشترك بين شركة ابدأ وشركة القاهرة كابتل الاستثمارات المالية بدأنا استراتيجية الاستثمار بضخ 100 مليون جنيه كحد ادنى في المشروع وحد اقصى 500 مليون جنيه احنا نستهدف جميع الانشطة الصناعية مع وضع اولوية لكل المشروعات اللي بتستهدف تقليل الفاتورة للسردية بإذن الله يا فندم بعد نجاح الازدار الاول هيكون في اصدار تاني وثالث بإذن الله ساذ انسياتك في عرض اربع نمازج للمشروعات ابدأ عن طريق الفيديو كونفرنس سواء بالشراكة مع ابدأ او مشروعات ابدأ قدمت لها دعا مصنع محركات وسائل النقل الخفيف استاذ محمد وفاقي اتفضل يا فندم صباح الخير يا فندم النهاردة احنا موجودين في مصنع محركات بنزين وسائل النقل الخفيف ده اول مصنع من نوع في الشرق الاوسط وافريقيا النهاردة بنحتفل مع سيادتك بانتاج اول محرك مصري المصنع على مساحة 13000 متر مربع باجمال تكلفة استثمارية 330 مليون جنيه مصري الطاقة الانتاجية للمصنع تصل لربع مليون محرك سنويا نسبة المكون المحلي 70% مدخلات انتاجية مصرية يصل عدد العمالة الى 120 عامل تم بالفعل نقل تكنولوجيا صناعة المحرك من الجانب الصيني بالكامل الى الجانب المصري وتم الانتهاء من تدريب كافة الكوادر المصرية على جميع مراحل الانتاج وهم خمس مراحل انتاجية تم الحمد لله اجتياز المحرك لكافة اختبارات الجودة وفق الاشتراكات الجودة الصينية والدولية حابين نقول سيادتك كل صاره حريق طيب يا رب وكل عمال مصر طيبين شكرا يا فندم شكرا يا محمد شكرا جزيلا مصنع نوفا لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي دكتور مهندس احمد كمال معاوض اتفضل يا فندم صباح الخير يا فندم هنردى متواجدين في مصنع نوفا للتنمية الصناعية بنشهد تشغيل المصنع من نسبة 100% في الفترة الماضية تم التعاقب مع شركات عالمية امريكية واوروبية عسوية متخصصة في انتاج مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وبالتالي اصبحنا قادرين على انتاج هذه المكونات محليا بترخيص مادي الشركات بتجمع هذه المكونات المروقات والفلاتر والابواب ووحدات تكفيف الحمق الميكانيكية وانظم التهوية المتخصصة والمختلفة وبذلك يجعل مصنع نوفا مصنعا متميزا في افريقيا والشرق الاوسط في هذا المجال بلغت تقريفة الاستثمارية لانشاء المصنع 800 مليون جنيه مصري والمصنع بيوفر 300 فرصة عمل ويتبلغ طاقته الانتاجية 150 طن شهرية من المكونات المصنعة من السلستين هذه المكونات يا فندم كان بيتم استرادها من الخارج المصنع حاليا اصبح قادرة على سد احتياجات السوق المحلي من هذه المكونات وبالاضافة لذلك فانهم المستهدف تخصيص 30% من انتاج المصنع للتصدير الخارجي حتى يمكن المصنع توفير النقد الأجنبي للبلاد شكرا لسيادتك يا فندم مصنع فانتازيا لتصدير مكونات الاسفنج والأثاث الفندوقي سيد احمد رجب الشفعي اتفضل يا فندم صباح الخير يا فندم احنا في فانتازيا بدأنا من الصفر في محافظة الدأهلية تحديدا المنطقة الصناعية جمصة لتصنيع منتجات الاسفنج والفرش الفندوقي ومع مرور الوقت قدرنا نزود خطوط انتاج للصناعات المغزية لمنتجاتنا وقدرنا نصدر منها 30% ونصنع لحساب شركات أجنبية مجموعة فانتازيا حاليا يا فندم على مساحة 15 ألف متر بتضم 400 عامل بطاقة انتاجية 22 ألف طن في السنة بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه نسبة المكون المحل يا فندم في منتجاتنا حاليا 30% وهدفنا نزودها 70% وكان للصناع بمبادرة ابدأ دور كبير عن طريق تخصيص قطعة أرض جديدة للتوسعات المستقبلية لتصنيع المادة الخام وده هيوقف استراض حوالي 150 ألف طن من الخام سنويا بالإضافة لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية وده وفر علينا وقت ومجود كبير في افتتاح هذا المصنع كل سنوة حضراتك طيبة فندم وأمال مصر بكامل السحف والعافية أشكرك سيد الرئيس شكرا جزيلا سيد الرئيس شكرا جزيلا سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس شكرا أعلمana 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 أن تكون من أشكر شيء اللغة أعلمana أعلمana كن تشمع موسيقى 工厂产能将达到6万吨 埃及员工人数将超过1000名 成为埃及在全球规模最大的生产的基地 我们在埃及当地的原料采购比例高达90% 一方面我们全面满足埃及国内市场酵母的供应 降低进口需求 另一方面我们依托埃及出口优势开展出口贸易 现在我们80%的产能都用于出口 藉此机会我们要感谢埃及科技政府 以及安部党对安齐教母埃及有限公司 长期以来的支持和帮助 我们也曾经邀请总统阁下 以及各位领导 令您安齐教母埃及有限公司指导工作 谢谢总统阁下 谢谢料理想大使 谢谢大家 谢谢 谢谢 أخيراً حابين نواجه شكراً لسياتك على الدعم الدائم لنا والمبادرة والله ما كناش وصدنا اليوم ده شكراً يا فن